لم تتوقف أعمال التغيير السكاني في العراق منذ احتلاله في عام 2003 بتخطيط ورعاية مباشرة من أمريكا وإيران وأذرعها الميليشيوية التي باتت تسيطر على مفاصل الدولة تماما حزام بغداد الذي يعاني بسبب محاولات الحكومات المتعاقبة وميليشياتها لتغييره سكانيا تارة بالتهجير وأخرى بالاعتقالات والقتل أو بطرائق الاتفاف على القانون كان آخر تلك المحاولات قيام قوة عسكرية بإنذار فلاحين يقطنون شرقية لطيفية في جنوب العاصمة بغداد على أرض مساحتها 15 ألف دونم لإخلاء مناطقهم التي تسكنها منذ أكثر من مئتي عام عشائر الغرار والجنابيين والاسعادات لتصبح الآن ملكا لمديرية الإسكان العسكري التابعة لوزارة الدفاع الحالية مرصد أفاد الحقوقي أكد أن مصادرة السلطات الحكومية هلاف الدونمات الزراعية في مناطق شرقي لطيفية تأتي في إطار أعمال تضييق غير قانونية في مناطق حزام بغداد وتدخل ضمن أعمال التغيير السكاني وتمارس تحت غطاء الدولة وباسم القانون مصادرة الأراضي هذه تهدد نحو ألفي أسرة بالتهجير القسري وتمثل حملة جديدة ضمن حملات سبقتها للتغيير السكاني في مناطق حزام بغداد فضا عن تدمير الزراعة فيها وتنذر أيضا بحملات مشابهة لمناطق أخرى في إطار مشروع متكامل لتغيير تركيبة العراق السكانية لخدمة المصالح الإيرانية ترجمة نانسي قنقر